جامعة الافتراضية التي انشئت عام 2002 وكانت من بين الجامعات الأربعة الأولى في العالم كانت حدث فريد على مستوى العالم والحقيقة اليوم في أكثر من 180 جامعة معناها سوريا كانت سباقة خلال هذه الفترة كلها لإحداث هذا النمط الجديد من التعليم والتعلم وبالتالي نحن نحاول نوضح هذه الصورة للناس نحن نحاول أن الجامعة الافتراضية السورية إلها دور كجزء من منظومة التعليم العالي في سوريا وهذا ما حققته خلال 15 عاماً السابقة كنا سباقين بالافتراضي نحن تاني جامعة بالعالم الافتراضية خلال 15 سنة حققنا مجموعة من الإنجازات نرغب بتطويرها أكثر بسيرة بخطأ أسرع تماشياً مع تطورها على مستوى العالم فهدف هالورش هي نسلط الضوء على الشيء اللي أنجزنا لهالمرحلة شو أفاق التطور الممكن نساهم فيها وخصوصاً التشاركي أيضاً مع جامحات حكومية موجودة ممكن يكلنا دور أيضاً بالمساهمة بالعملية التعليمية فيها أول شيء هذا تعاون من صلب عمل أي جامعة حكومية والجامعة الافتراضية هي جامعة حكومية بالأصل وذلك التعاون كان بناء بحيث أن هناك مركز نفاز في جامعة حلب وكان هناك تأمين كافة الأمور المتعلقة بالجامعة الافتراضية من جامعة حلب وبالتعاون مع الجامعة الافتراضية كان له صدى بحيث كان هناك أعداد كبيرة من الطلاب اللي يسجلوا في الجامعة الافتراضية من مدينة حلب الحيار وهذا واجبنا وهذا دورنا نحن أنه يكون الجامعة الافتراضية متألقة اشتركوا في القناة